كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنحل احتراط العملات الرقمية وتفعيل سبسكرايب والانضمام لقناة التليجرام عشان تقدر تخش معنا في التحدي اللي احنا عاملينه وهو انك ازاي تقدر تستفيد وتجمع من 1000 دولار خلال 600 يوم 37000 دولار تقدر تنضم لنا ايضا للاستفادة من المضاربات المجانية اللي بنقدمها دعمل اخوتنا على القناة الخاصة بالتليجرام اللينك موجود في صندوق الوصف اما لو حضرتك محفظتك اكبر من 8000 USDT ولا زال لقدر الله عندك خسائر او مش محقق اي ربح تقدر انك تتواصل عن طريق الرقم الخاص الموجود فيه ايضا صندوق الوصف الخاص بالواتس بينا تقدر ان انت تنضم في ادارة المحافظ عن بعد اللي بندرها بدون الوصول للباسورد بدون وصول للمحفظة بدون وصول اي معلومات خاصة بالعميل انت اللي بتدير محفظتك بنفسك بيكون الاشتراك بقيمة 3000 USDT سنويا بتدفع مرة واحدة مقدما وبيكون تأسيم الارباح التلت والتلتين وبتيجي الارباح من خلال ايضا الاكتتابات وانك بيكون عندك ربح موجود سابت شهريا بقيمة 10% لما يزيد من الاكتتابات اللي انت بتكون اول مصدر ليها على وفي المنصات اللي موجودة اللي كل الناس تعرفها فلو عايز تتعلم ازاي تقدر تكسب في سوق العملات الرقمية تقدر انك تنضم لينا وتتواصل معنا عن طريق الواتس وتعمل وقف لنزيف اللي موجود في اي محفظة على انها تكون اكبر من 8000 USDT اما اخيرا لو محفظتك اقل من 3000 دولار تقدر تعمل سبسكرايب في كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بينا وتستفيد من العرض اللي بنقدمه دعم 3 محافظ كل 10 ايام بيتم السحب علني وبنختار المحافظ وبندعمها بفضل الله ارجو تجيب فنجان القهوة الورقة والقلم وتقعد وتركز مقايا لان حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا انتظرونا بعد الفاصل ارجعنا لكم من جديد عشان نشوف احوال السوق رايحة على فين بالطبع زي ما تعودنا اول حاجة هنتكلم عليها عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في السوق وايه التغيرات اللي موجودة عندنا فاول حاجة هنقدر نعرفها ان عندنا 17277 عملة ده عدد العملات اللي موجودة حتى الان في الماركت بتاعنا وعايز اقول ان احنا كنا زمان بنقول فيه 9000 احنا خلاص قررنا نقفل الـ 18000 والكلام ده ما عدداش حوالي يعني 7-8 شهور يعني ضعف العملة زاد في السوق رغم مفاهيم كتيرة موجودة هنقدر نحللها مع بعض بعدين اما الماركت نفسه بتاعنا فيه تريليون 734 مليار 656 مليون 36000 التعامل اليومي النهاردة منخفض جدا حيث وصلنا ان احنا اتنين وستين مليار خمسمية ستة وعشرين الف دولار وطبع ده رقم قليل جدا فيه انخفاض في الاستحواز عن البيتكوين وصلنا لـ 40.79 حوالي 41% اما الاسيريوم لازال متمثل في 18.55 الحاجة المهمة اللي لازم تركز فيها هي ان البيتكوين والاجتماع اللي هيكون مهم يوم 4 بالطبع فبراير اللي جاي يعني خلال يومين وعايزين نشوف هل هو السبب الرئيسي للنزول اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده فعايزين نشوف ان احنا خلال الـ 24 ساعة كان عندنا احداث يعني شايف ان كان بدأنا نمسك سعر كويس من بعد الاغلاق بتاعنا ولكن فيه هبوط عندنا زي ما انتوا شايفين بـ 2.40% طيب عايزين نعرف ايه اللي ممكن هيحصل وايه اللي بيربط ما بين الاجتماع اللي جاي يوم 4-4-2 من الشهر الحالي تمام وايه اللي ممكن يقدي للزيارات اللي احنا موجودين فيها حاليا انا شايف ان هيبدأوا يتكلموا على ايضا البطالة وده هيكون في الاجتماع القائم بالتاريخ 4-2 ومعنى ان البطالة تقل ده هيكون فيه سبب كويس جدا من ارتحاد الاوروبي وهيكون فيه دفع كويس للبيتكوين ان هو يبدأ ياخد ارتداد كويس يعني ممكن يبقى مؤشر جيد تمام لو حصل عكس الموضوع ده هيبقى المؤشر سلبي وممكن يرجعنا تاني على ارتكاز الاربعة وثلاثين الف دولار ولذلك انا كل اللي بطلبه من اخواتي ان ما فيش اي بيع بخصارة مهما حصل قدامنا ولكن يعني التفاؤل الحذر بيقولنا ان الشهر باذن الله اللي احنا موجودين فيه شهر فبراير هيكون فيه ايجابيات كويسة رجعة على البيتكوين وهنقدر ان احنا نشوف فيه صعود كويس والصعود ده هيكون عامل على كافة عملات الكريبتو فلذلك بدعوا اخواتي بالصبر والتريس وعدم التصرع وان ما تبقاش يعني معتمد انك عايز تكسبه خلاص لازم تعاني من حاجات كتير من ضمنها الهبوط ولكن انت ما تخسرش طول ما انت لسه ما بعتش ولو رجعنا على كلامي ده وشوفنا السبعة ايام اللي فاتوا هنشوف نزلنا قاع الخمسة وثلاثين كنا من السبعة وثلاثين نزلنا الخمسة وثلاثين ردينا وصلنا للتسعة وثلاثين سبتنا على الثمانية وثلاثين بعد الاغلاق نزلنا حاليا في السبعة وثلاثين خمسمية خلال الاجتماع اللي جاي هيحدد الاتجاه بتاعنا ولكن يعني ابشركم بإذن الله ان هيكون الاتجاه صعد لان لو ما قدرناش نكتاز الاربعين ألف أو على الأقل فضلنا فوق السبعة وثلاثين خمسمية اللي احنا موجودين فيها أو بالأكتر الستة وتلاثين ألف هنرجع تاني للقلاء الهابطة اللي هي هتقدي بينا في النزول وملامسة واختبار التلاثين ألف دولار يعني لازلت بقول ان احنا لازلنا بعاد عنها بفضل الله الغايب دلوقتي ولكن مع النزول لو حصل نزول هيكون قدامنا عملية صعبة من نزيف العملات وزي ما احنا شايفين كده احنا كنا خمسة واربعين وخلال الفترة دي كلها هبوط بالنسبة لنا لغاية لما لمسنا التلاتة وتلاتين ألف ولكن مذبتناش عليها الحمد لله وطلعنا أعلى وبدأنا ان احنا نتداول أعلى خط الخمسة وثلاثين والاربعة وثلاثين ارتكاز فلذلك ممنوع انك تبيع بأي هاجة بخسارة خلي بالنا ان كل هبوط بيقابلنا يعني احنا خلال التلاتين يوم اللي فاتوا دول معانا تمنتاشر بوينت تسع وعشرين في المية هبوط فقدوا البيتكوين من قمته هيكون مقبله صعود ولكن للشخص اللي بيصبر على العملة الخاصة بتاعته الحلقة بإذن الله اللي جاية هيكون فيها اهم تلات عملات من ضمنهم عملة مهمة جدا خسرانة خسائر فادحة كبيرة وهيكون ليها شأن عظيم بنبه كل واحد نفسه يعمل ارقام كبيرة في حياته وفلوس كتيرة ان يهتم بالعملة اللي هنتكلم عليها في الحلقة اللي جاية ارجو اني محدش يبيع بخسارة لو عندك اي مشكلة في محفظتك واكبر من 8000 دولار تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتس وتقدر انك تزبط محفظتك قبل الصعود المحتمل اللي جاي بإذن الله وتقدر توقف نزيف الخسائر ارجو ايضا ان انتو تنفزوا كل شروط الهدية المقدمة بالقناة بقيمة 1000 دولار عند اجتمال القناة ل10000 مشترك تقدروا تراجعوا الحلقة هتلاقوا اللينك الخاص بيها في الدسكريبشن ايضا تقدروا تنفزوا حاجات بسيطة جدا في الاشتراكات الخاصة بالقناة وكل وسائل التواصل الاجتماعي الخاص وبالشكل ده هتكون انضفت بإذن الله وتخش على السحب اللي هتعملوا القناة حين الوصول ل10000 مشترك دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو دوت نيت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبتو دوت نيت بيتكوين عالم كنح احتراف العملات الرقمية